مساء الخير جميعاً حلقتنا اليوم كتير حلوة لأننا رح نحكي فيها على سهم ستاربكس الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة وبيع القهوة وطبعاً كوني أنا من محبين القهوة في الموضوع الشخصي طبعاً رح نحكي في الحلقة على ستاربكس من عند الجوانب أراء المحليلين في السهم هل السهم حلال أو حرام التحليل الأساسي للسهم وأخيراً رح نحكي على أهم التحديات والميزات اللي بتتميز فيها شركة ستاربكس وبعدها رح نحكي على رأيي أنا الشخصي في الاستثمار في سهم ستاربكس من الأسعار الحالية بس قبل ما نبدأ الحلقة إذا كنتوا لسه ما اشتركتوا في القناة لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وتكبسوا لايك على الفيديو حتى نقدر نوصل هذا الفيديو لكل شخص بيحب القهوة وبحب الأسهم بنفس الوقت في هذا العالم وطبعاً اسمحوا لي كمان بإني أتوجه للشكر لكل من انتسب بعضوية قناتي بصراحة يعني شكراً لدعمكم للقناة وإن شاء الله أن القناة بتكبر وبتستمر نرجع لسهم ستاربكس لو رحنا لأراء المحللين في موقع تيب برانكس بنلاحظ أن فيه 13 محلل بتابعوا السهم 6 اعتبروا شراء من الأسعار الحالية و7 اعتبروا متعادل متعادل يعني ما بنصح المستثمرين بشراءه بس بنفس الوقت ما بنصح المستثمرين ببيعه من مستويات الأسعار الحالية السعر المتوقع أن سهم ستاربكس يوصل خلال 12 شهر القادمة هو 99.8 دولار وهو تقريباً نفس أسعار ستاربكس حالياً يعني المحللين ما بيتوقعوا أنه سهم ستاربكس يتحرك كتير من أسعاره الحالية لو رحنا لموقع سيكنج ألفا بنلاحظ أنه كمان المحللين في سيكنج ألفا والذكاء الاصطناعي في سيكنج ألفا ما يعطين سهم ستاربكس رايتنج هولد يعني ما بنصح المستثمرين في البيع ولا في الشراء وهلأ بننتقل السؤال المهم اللي خلاني أكون كتير متردد أن أعمل هذه الحلقة أولى والي هو هل الاستثمار في سهم ستاربكس حلال أو حرام والحقيقة أني لما بحثت عن سهم ستاربكس في الـ ETF الإسلامية ما وجدت هذا السهم بين الأسهم الحلال لكن بنفس الوقت بالنسبة للمتابعين اللي بيتفرجوا على المواقع الإلكترونية اللي بتفلتر الأسهم بين حلال وحرام راح تلاحظوا أنه أغلب المواقع الإلكترونية بتعتبروا هذا السهم حلال بما أنه نسبة الحرام ما بتتجاوز فيه الخمسة في المئة بحسب هاي المواقع الإلكترونية الخلاصة اللي بدي أحكيها هون أنه أنا مو شيخ دين بالتالي أنا ما بقدر أفتي هل ستاربكس حرام أو حلال لكن اللي أنا متأكد منه أنه عدم موجود ستاربكس في الـ ETF الإسلامية الكبرى هذه علامة استفهام كتير كبيرة ضد السهم وبالتالي بتخليني لو شخص سألني وإني لازم أجاوب أكيد راح أقوله الأفضل أنك ما تستثمر في هذا السهم من ناحية حلال أو حرام لو أنت قالنا للتحليل الأساسي بالنسبة لسهم ستاربكس فتتوقع الشركة أنها في سنة 2023 تحقق إيرادات بأكتر من 35 مليار دلر في المقابل حققت الشركة إيرادات بحوالي 32 مليار دلر في سنة 2022 يعني الشركة بتتوقع أن إيراداتها تنمو بنسبة 11% على أساس سنوي وهي تعتبر نسبة ممتازة لسهم بهذا الحجم نفس الوقت أرباح الشركة تتوقع الشركة أن السهم الواحد يربح في سنة 2023 3.4 دلر أمريكي في المقابل السهم ربح 2.96 سنت على الدلر الأمريكي الواحد في سنة 2022 يعني تقريبا الشركة بتتوقع أن أرباح تنمو بنسبة 15% خلال سنة 2023 طبعا ستاربكس من الشركات المميزة في مجال توزيع الأرباح النقدية على المساهمين الشركة زادت أرباحها النقدية على مدى 12 سنة متواصلة بتدفع حاليا حوالي أكتر من 2% من سعر السهم الحالي على شكل أرباح نقدية للمساهمين اللي هي بتعادل حوالي 2.14 دلرين و 14 سنت عفوا طبعا هذا بيمثل إشي بنسميه payout ratio اللي هي المبلغ المالي اللي بتدفع الشركة على شكل أرباح نقدية للمساهمين من إجمالي أرباح الشركة بشكل 67.5% وبصراحة هاي النسبة بتدل على أنه أرباح ستاربكس النقدية مش آمنة بدرجة كبيرة ولازم الشركة تقدر ترفع أرباحها بشكل أعلى وأسرع مع الوقت حتى تقدر تحافظ على الارواح النقدية اللي بتدفعها للمساهمين حاليا وتزيدها كل سنة لو أخذنا القيمة السوقية أو الماركت كاب لسهم ستاربكس فهي حوالي 114 مليار دلر وبالتالي ستاربكس واحد من أكبر شركات العالم مش بس من أكبر الشركات في مجال القهوة كمان لو طلعنا على السهم من ناحية هامش الربح الإجمالي وهامش الربح الصافي نلاحظ بأن الشركة عندها 26% نت مارجن 10% وهي تعادل ضعف هامش الربح الصافي عند الشركات المنافسة بمعنى أنه المستهلكين بيقدروا قيمة براند ستاربكس ومستعدين أنهم يدفعوا فيه أكتر في مقابل أنهم يستمتعوا بمشروبات ستاربكس اللي احنا ما بنعرف شوية الشركة فيها مشكلة أنه المديونية عليها مرتفعة عليها دين بحوالي 24 مليار دولار وعندها سيولة بحوالي 3 مليار دولار وكمان لاحظت شغلة أنا مش عارف هل هي خطأ من سيكنج ألفا أو أنها معلومة حقيقية وبصراحة ما كان عندي الوقت الكافي أني أتحقق من هاي المعلومة لكن بإمكانكم أنكم تتحققوا منها واللي هي أنه القيمة الدفترية لسهم ستاربكس صفر مكرر سعر السهم إلى أرباح السهم اللي هي P.E. Ratio حوالي 29 بالنسبة لسهم ستاربكس وتاريخيا سهم ستاربكس دائما كان سعره مرتفع مقارنة بأرباحه لكن مع الظروف الحالية اللي احنا عمنا نمر فيها اليوم بتخيل أنه هذا الرقم نوعا ما مرتفع وبالتالي بيخليني نحط علامة استفهام نوعا ما على سعر السهم الحالي وبالانتقام التحليل الأساسي إلى أهم الميزات والمشاكل بتواجهة شركة ستاربكس الشركة في عندها مدموع من المشاكل إذا بدأنا بالمشاكل أولا الـ Unionization العمال أو الموظفين في شركة ستاربكس عم بيكونهم اتحاد هذا الاتحاد رح يضغط على نبحية الشركة بلا شك خلال الفترة القادمة مشكلة ستاربكس التانية أنه أكتر من 17 ألف متجر من متاجرها الـ 32 ألف موجودة في أمريكا واليوم النموس كان في أمريكا مش كبير فبالتالي ما رح يكون عند الشركة أي قدرة على زيادة إيراداتها وأرباحها بشكل ملحوظ في أمريكا إلا بإنها تزيد أسعارها بشكل مستمر وبالتالي هاي نقطة ضاغطة خاصة أنه إحنا جايين على سنة صعبة مفروض أنه فيها ركود اقتصادي وأنه الناس رح تبدأ تهتم بالنواعي المادية وتوفر بدرجة كبيرة وبالتالي هذا الموضوع رح يكون تحدي كبير لشركة ستاربكس على الأقل خلال سنة 2023 مشكلة ستاربكس التالتي هي الصين ستاربكس اعتبرت الصين سوق استراتيجي لنمو الشركة عندها أكثر من 6000 متجر في الصين منهم أكثر من 1000 في مدينة شنغهاي حالهم حوالي 15% من إيرادات شركة ستاربكس بتيجي من الصين لكن في مشكلتين هناك المشكلة الأولى أنه المشاكل بين ولاية المتحدة الأمريكية والصين ممكن تخلي المستهلك الصيني ما بده يشتري برانتز أمريكية أو ممكن تخلي الحكومة الصينية تضيق على أعمال ستاربكس وتدعم المنافسة المحلية طبعا للأسف كوني أنا ما بعرف حدا مقيم في الصين فأنا مش عارف كيف الوضع داخل الصين بالضبط من هاي الناحية لكن هذا خطر موجود وحقيقي على شركة ستاربكس ومشكلة ستاربكس التانية بأنه الشعب الصيني بشكل عام هو شعب محب للشاي أكتر مما هو محب للقهوة صحيح في الفترة الأخيرة عم بصير نمو استخدام القهوة في الصين كتير كبير وهذا هو المحفز لدخول ستاربكس واستثمارها الاستراتيجية في الصين نحن بنحكي على دولة تعتبر الأكبر على مستوى العالم عدد السكان رقم اتنين على العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي وأغلب سكانها كانوا بيعتمدوا على الشاي ومن جديد بلشت الأهوة يصير لها نوع من الشعبية وبالتالي استثمار ستاربكس في الصين إما رح يكون فرصة العمر لهاي الشركة ممكن تضاعف من أرباحها وإراداتها مع الوقت أو أنها رح تكون خسارة كبيرة إذا الحكومة الصينية قررت أنها تضيق على شركة ستاربكس وتطلعها من الصين والحقيقة أنه فعليا في في الصين عدد من المنافسين الموجودين لشركة ستاربكس ما بين شركات أمريكية موجودة في الصين وأيضا في منافسين صينيين محليين مثل شركة لكين كوفي اللي بفترة من الفترات كان يتوقع أنها تتجاوز ستاربكس في الصين من حيث المبيعات هي أوريدي تجاوزت أصلا ستاربكس في الصين من حيث عدد المتاجر الموجودة هناك لكن بسبب الفضيحة الأخيرة اللي اكتشفوها على الشركة بتلعبها بالنتائج وكذبها بشأن المبيعات والأرباح هذا الإشي كتير دمر من سمعة شركة لكين كوفي لكن على الأرض في الصين أنا مش عارف هل المتاجر لكين كوفي عم تبيعه لا لأني بعرف أن الشركة لا تسال تعمل لحد الآن وأنها رجعة تتحقق نمو جيد في الإرادات والأرباح مشكلة ستاربكس الرابعة والأساسية والتي هي واحدة من أهم المشكلات هي ارتفاع سعر القهوة عالميا وبصلاحها صحيح أنه سنة 2022 كانت سنة التضخم وارتفعت فيها أسعار مواد الخام والأكل بكل مكان لكن سعر القهوة عالميا فيه ارتفاع مستمر من فترة طويلة والخوف هو أنه مع استمرار زيادة الطلب العالمي على القهوة بشكل كبير يمكن كميات القهوة في العالم ما تكون كافية أنها تغطي الطلب العالمي الهائل على القهوة والمتسارع كل يوم وبالتالي هذا الموضوع ممكن يكون تحدي ستاربكس أكيد بلا شك رح تقدر دائما تأمن القهوة للمستخدمين لكن رح يصير التحدي في السعر اللي رح يضطروا المستهلكين يدفعوا عشان يشربوا هاي القهوة أما بالنسبة لأهم ميزات الاستثمار في سهم مثل سهم ستاربكس فلو اطلعنا على الشركة قيمة البراند نفسه قيمة كتير كبيرة المستهلكين اللي بيشترك ستاربكس بيحبوا هذا البراند واستثمار ستاربكس في القهوة استثمار ذكي جدا لأنها واحدة من المواد القليلة على مستوى العالم اللي هي تعتبر مادة مدمنة ولكن استخدامها قانوني بدرجة كبيرة وعلى فكرة قبل عدة مئات من السنوات كان استخدام القهوة المحرم لأنه كانوا يعتبروها بنوع من أنواع المخدرات المنوعة وبالتالي إنه ستاربكس بتعمل في مجال فيه نسبة الإدمان القانوني عالي جدا معناته إنه عدد كتير كبير من المستخدمين أو المستهلكين رح يستمروا في شراء ستاربكس بشكل مستمر بالتالي الشركة بتقدر تحافظ أكتر من أي شركة تانية على مستخدمينها بشكل أكبر وبنفس الوقت تقدر توسع من قاعدتها مع المستخدمين أما الميزة الثانية للاستثمار في ستاربكس فهو أنه كتير من الدول حول العالم إما ستاربكس مش موجودة فيها أو موجودة فيها بتواجهة ضعيف وبإمكان الشركة إنها تخترقها يدول وتحقق نمو كتير كبير في مبيعاتها وآخرها إيطاليا اللي ستاربكس قدرت تنجح فيها بدرجة كبيرة وروح أترك لكم التقرير من قناة CMBC حتى تشوفوا كيف ستاربكس قدرت تنجح في إيطاليا وأما ثالث ميزة من ميزات الاستثمار في ستاربكس فهي أنه قوة البراند هاي الموجودة عند ستاربكس ممكن تسمح للشركة إنها تطرح منتجات يتم بيعها خارج متاجر شركة ستاربكس بحيث أن المستهلكين يستهلكوها في منازلهم وكتير من المتابعين رح يقولوا لي أنه أصلا ستاربكس في لها كابسولات قاهوة وكابسولات إسبرسو موجودة في الأسواق لكن الحقيقة أنه هاي الكابسولات تحديدا ما بتبيعها شركة ستاربكس لأنه في صفقة بينها وبين شركة سويسرية تانية هاي الشركة السويسرية العملاقة هي اللي بتسوق كل مستهلكات ستاربكس خارج متاجر ستاربكس لكن في المستقبل ما حدا بعرف شو ممكن ستاربكس تطلح منتجات جديدة تحقيق لهم مبيعات جديدة وبالتالي لو نحن نطلع على شركة ستاربكس منلاحظ أن احنا أمامنا شركة يداما كتير تحديات خلال سنة 2023 و سنة 2024 لكن في المقابل في عندها فرص للنمو بشكل كتير كبير حول العالم مش بس في الأسواق اللي موجودة فيها حاليا وهذا بياخدنا لرأيي في الاستثمار في سهم ستاربكس بما أن احنا وصلنا لنهاية الحلقة بناء على المعطيات اللي احنا شفناها بخصوص هذا السهم بناء على سعر السهم الحالي فأنا بتوقع أنه سهم ستاربكس رح يكون في عنده مشكلة خلال سنة 2023 أنه الشركة تقدر تحقق نموه بحوالي 12% في الإرادات و 15% في الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للعالم عندما بمور فيها اليوم لذلك بتوقع أنه سهم ستاربكس على الأغلب من سنة 2023 بالنسبة لها تحديات وبصراحة أنا ما بستثمر بستاربكس من الأسعار الحالية لو أنا محمود بدي أشتري سهم ستاربكس كاستثمار بدي أشتري بسعر جد أعتبر السعر ممتاز رح أفكر بشراء هذا السهم عن مستويات 80 إلى 85 دولار أمريكي أما في مستوياته الحالية اللي هنت عند حوالي 100 دولار طراحة ما بحس بسهم مناسب للاستثمار في نهاية الحلقة إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشتركوا في القناة تكبسوا زر اللايك وشاركوا الفيديو مع كل واحد بيحب القهوة وبيحب الاستثمار في الأسهم خلونا ننشر الاستثمار في ستاربكس بين المساهمين